أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني سوي لم أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ قدر الإمكان جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرأي مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ وأشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لترخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية